سد أسوان أو السد العالي هو سد مائي أنشئ على نهر النيل في جنوب مصر وذلك في عهد جمال عبد الناصر بمساعدة الاتحاد السوفيتي وذلك من أجل تخفيف آثار فيضان النيل وتوليد الكهرباء ومن الآثار الإيجابية للسد العالي أنه عمل على حماية مصر من الفيضان والجفاف حيث أن بحيرة ناصر تقلل من اندفاع مياه الفيضان وتقوم بتخزينها للاستفادة منها في سنوات الجفاف والجدير بالذكر أن أول من أشار إلى بناء هذا السد هو العالم العربي المسلم الحسن بن الهيثم ولكن لم تتح له الفرصة لتنفيذ فكرته وقد غمرت بحيرة ناصر الكثير من القرى النوبية مما أدى إلى ترحيل أهلها فيما سمي بالهجرة النوبية لا تنسوا الاشتراك في القناة الاشتراك في القناة